اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذني الارقام واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان يقدر يتواصل ويانا على برنامج الواتساب المخصص لحلقة الرقم الاخير اللي بصفة اشارة الواتساب تقدرون تزولنا رسالة اتمنى تكون رسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم اهلا بكم من جديد مشاهدين كراموا نبدأ حلقتنا من قضية التراشق بين أعضاء ما يسمى محوار المقاومة بالعراق خصوصا العصائب وحزب الله طلع بيان إلى ما يسمى بالأمين العام لميليشيا كتاب حزب الله بالعراق ذكر بيه ذكر بيه الميليشيات اللي شاركت بضرب القواعد العسكرية الأمريكية اللي موجودة بالعراق واللي أعلنت عنها بوقت سابق باستخدام مسيارات أو صواريخ هذا كل دي يصير على أساس شنو أنه ذو اللي يضربون ذن القواعد نصرة إلى غزة واللي لحد الآن ما أسفرت عن جرح جندي أمريكي واحد وذكر من هاي الميليشيات سيد الشهداء والنجباء واستثنى من الذكر ميليشيا العصائب هذا الشي شنو تبعه تراشق إعلامي ورما رد الناطق العسكري باسم ميليشيا العصائب واللي استنكر خرق سرية العمل تعرفون على أساس العراق ما يعرف هما منه محور المقاومة أو وش دي يصير وذكر أسماء المشاركين على حد قوله وقال إنه أسماءنا لازم تظل سرية وما حد يعرف بمحور المقاومة منه وما حد يعرف الإطار التنسيقي منه متألف وما حد يعرف كأنما الشي ما معلوم هو إذا كان مصفة كاظمي بالاستخبارات ويقول آني مدير جهاز المخابرات مدير الاستخبارات اللي هو أكثر منصب المفروض السرية بالعالم هو قايم قايم قاعد يقول آني أشتغلوا بهذا المكان واستنكر أيضاً أنه ليش يستثنون العصائب من ذكرهم رغم أنه هي الهدور حسب قوله بهذا الشيء وراها رجع المتحدث باسم ميليشيا كتاب حزب الله بالعراق جعفر الحسيني وأكد أنه ميليشيا العصائب مشار كتوياهم بالعمليات وأنها تغريدها بكلمة هذا الميدان يحميدان بإشارة إلى ميليشيا العصائب هو يدل على وقوع شرخ بين الميليشيات حتى تشوفون اللي صاير ببيناتهم قد نذني الصور اللي راح نطلع لكم الصورة الأولى اللي راح تشوفوها البيان مال حزب الله أو كتاب حزب الله بالعراق نانا مثل ما دا تقرون الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتاب حزب الله وراها إجاء جواد لطليباوي المقاومة واجب شرعي ووطني وأداء هذا الواجب الكبير تكفل به رجال صادقوا مع الله والوطن وقدموا أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الأرض والمقدسات وحجة هذا الكلام وراها راح يطلع يعني هو شي يقول من المؤسف حقا ما تم نشره في وسائل إعلام من بيان صادر بسمي أخوة الجهاد في كتاب حزب الله وراها طلعت تغريدة جعفر الحسيني اللي نشر أنه معلوماتنا متطابقة مع مع ترفي به العدو حول حجم معدد عمليات ولم تسجل لدينا أي عملية يتيمة ولم نتبنى أي عملية لم يعترف بها العدو والفضل ما شهدت به الأعداء وهذه العمليات كانت لفصائل تم الإعلان عنها فماذا لو انضمت باقي الفصائل الجهادية للمعركة فكيف سيكون عدد هذه العمليات قطعا سيزداد خصوصا أن المعركة ما زال القائمة وهذه الكلمة التي قلنا لكم يا هذا الميدان يا حميدان هذا اللي دا تشوفوه أمامكم من تغريدة جعفر الحسيني جواد لطليباوي أمين عام كتائب زعيم الميليشية هذا كل اللي دا يصير هسه هم دا يحجون على أساس أنه أكو عمليات ضد القواعدة العسكرية الأمريكية لا تنسون اللي سوا عمار العراقي فيلم الإخراج الهولويودي على أساس أنه عملية ضرب قاعدة عين الأسد بأربع هاوانات أو ست هاوانات مية وعشرين وثمانين وأكو تسعة جرحة وأكو اثنين انكتلوا هذا كل اللي طلع واللي هم تبنوا والقنوات التلفزيونية تتبع لهم وتبنته هو وش يقول يقول لم نتبنى أي عملية لم يعترف بها العدو أو أي عملية يتيمة وهم نفسهم ذول اللي يتبنوا هاي العملية فهاي العملية اللي طلعناها أنا تبين لكم زي في الإدعاء هذا كله رجع وراها زعيم العصائب قيس الخزعلي قيس الخزعلي هنا أنا اجاب لقاء تلفزيوني قلل من أهمية عمليات القصف اللي تم أو اللي يقولون هي متبادلة بين الأمريكان وفصائل الميليشيات الموالية لإيران وقال انه هاي العمليات ما يصير بيها أي إصابة لأي أمريكي موجود بالقواعد العسكرية وأمريكا تتوخى الحذر من إصابة أي موقع موجودين بإيرانيين هذا منه دا يقوله الاستاذ قيس الخزعلي قال باللقاء انه الميليشيات الشيعية العراقية ما لها أي قيمة يما الأمريكي أو الإيراني وكل هاي الضربات هي ضربات مفابركة والأمريكان لما يضربون الإيرانيين بسوريا هم يضربون مناطق فارقة على عكس ضربهم للميليشيات بالإيراني فهي دقيقة وبالهدف وهذا دليل من حلقهم بأنه أكو اتفاق أمريكي إيراني وتمثيلية ومسرحية على الأرض خصوصا على العراق حتى يسوقون كذبة المقاومة وكذبة العداوة ببياناتهم تعالوا اسمعا عندما تتعرض القوات الأمريكية في سوريا بين قوسين إلى هجوم ويقولون أن الإيرانيين أو الجماعات المدعومة من إيران هي التي قصفت هذه القواعد في سوريا يقوم الأمريكيون برد ويكونون دقيقين في اختيار هذا الرد عندما يقومون بقصف مؤسكرات فارغة حتى لا يقتلوا إيرانيا واحدا أما عندما يحصل عليهم اعتداء كما هم يقولون أو هجوم وليس هناك أي قتيل أمريكي لا يعيرون أهمية للدم العراقي وهذه مسألة من ناحية الكرام العراقية أبدا لا يمكن أن نقبلها لكن ببيانات كثيرة للقيادة المركزية الأمريكية اعترفوا بوجود ضربات كانت موجعة من قبل المقاومة العراقية بالنتيجة ليس هناك قتيل في موازين الحرب الفعل ورد الفعل يجب أن يكون محسوبا نعم أنتم تحتاطون بالنسبة لدم الإيراني ومعنى أنتم لا تكترثون للدم العراقي لكل فعل رد فعل هاي موازين حرب لهذا قانون قانون بالدنيا لكل فعل رد فعل تضرب واحد يضربك تعتدي على واحد يأخذ حقه منك تنشكه بأبرة يطلع منك دم توقع تنجرح ما تعرف السوق سيارة وتركب سيارة تندعم هذا مو هذا مو قوانين حربية بس القوانين الحربية أستاذ قيس تقول لك يمنع من عمبات تنضرب المدن هم اللي شاءتكم ضربت المدن وهجرت قتلت وختطفت وغيبت وسوت 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 لكن عفونا من هاي المواضيع ركزتوا باللي قاله قالت لي المقدمة قالت لي لكن الأمريكان اعترفوا أنه أكو ضربات موجعة قالها بس ماكو قتيل فعليا شنو الموجع بالضربات وماكو قتيل ولا تابوت علي العلم الأمريكي لجند أمريكي طلع من العراق من 12-13 سنة من أنهو المقاومة العراقية المقاومة الصحيحة المقاومة اللي كانت تقاوم الأمريكي بالفعل والناس كلها كانت تذكر صور المطار وطائرة سي وان ثيرتي هيركوليس لما هي تشيل التوابيط مع الأمريكان وعليها العلم الأمريكي وكلهم جنود كانوا المقاومة يقتلون بيهم بعد ما شفنا هذا المنظر ولا سمعنا به نسمعكو ضربة وين الضربة ما حد يدري نسمعكو إنزال وين الإنزال ما حد يدري نسمعكو مواجهة وين المواجهة ما حد يدري وراها تطلع لك مواجهة مفبركة بالذكاء للصناعي الناس لما سمعت هذا اللي داي صير وبدوا يكشفون كذبهم واحد للثاني علقت على هذا الموضوع من منصة أكس دكتور علي الجابري يقول يبدو لي أن قيس الخزعلي والعصائب هم الذين قاموا بتزجية مجموعة الضافرين الوهمية للأجهزة الأمنية الإيرانية وتسببوا لها بهذه الفضيحة لذلك جاء بيان كتائب حزب الله مهاجما لجماعة قيس وقد تحمل الأيام القادمة فضائح أكبر بعد أن انكشفت مقاومتهم الوهمية ولابد لمن ورطهم دفء الثمن حمد السالم بين تصريح ترامب الذي فضح التوافق الأمريكي الإيراني حول الضربات المحدودة المتبادلة بينهم وبين عتب شديد اللهجة من قيس الخزعلي حول تجاوز الأمريكان لحدود قواعد الاشتباك وهو مصطلح جديد تساءل الخزعلي صوت وصورة وببرنامج لماذا تقتل أمريكا عراقيين علما بأن قصفنا لم يقتل جندي أما علي الغرباوي يقول هل توجد قواعد اشتباك سرية بين طهران وواشنطن على ضوء تصريحات قيس الخزعلي الأخيرة وعمر النسفي يقول قيس الخزعلي يعترف أن ضربات الميليشيات الشيعية تكون بمعرفة واتفاق بينهم وبين الأمريكيين لذلك لا توجد هنا خسار الله من أنطق هذا الدعي للمقاومة وما يؤكد كلامه هو عدم قتل أي جندي أمريكي على يد محور كاتبها المقاومة المشكلة أنه لما يطلعوا لك ويصرحوا لك بالبيانات يصرحون أنه أم لا يسوون ولا يشتغلون فجأة العالم تعرف هذا الشي وقبل أيام أظهرنا الفيديو اللي هما تبنوا قالوا هاي عمليات أسفرت عن قتل تسعة وراها طلع الفيديو فبركة واحد عذا كان الاصطناعي وهو اللي فضحهم قالهم أنا اللي سويت الفيديو وآني اللي نشرته وماكوهيش عملية وراها بدوا هما واحد يكشف بالثاني فيا ترى اش راحت بيننا الأيام الجاية أبو علي من لندن حياة الله أحييكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أفل احنا من زمان قلنا هؤلاء المقاولة والمماتعة العملاء المدللين لأمريكا وإسرائيل ذات اليوم تران فضحهم قال لهم قال احنا من الريد مثلا نتفق حفاظا على مي وجوههم من كثر ما نأديهم بسوريا فنتفق على أرض مثلا بعين الأسد أرض معينة ضربوها جيبوا القيزرات مالتكم والسخانات مال الحمامات وضربوناها وضربوا لهذه الأرض وحتى السفارة الأمريكية نفرغ بعض مكان من السفارة الأمريكية حفاظا على مي الوجي لكن يوم تران فضحهم وقال رواتب الحشد كلها تطلع من أمريكا نحن نطيهم الرواتب هذولا المقاولة والمماتعة بس على الناس الفقراء بس على الناس العزل بس على المسلمين بس على العرب بالنسبة بالعراق وبسوريا واليمن هذولا انكشفت ألاعيبهم هذولا بعد هاي الألاعيب ما تنطني على عقلاء ولا على الشرطاء ولا على العرب والأصالة هذي الألاعيب تنطني على العبيد والخدم مالتهم والذيول والعجم والمجوس بعد أنتوا وين جيت روحون أكثر من هاي غزة يلا ليش ما دخلتوا إلى غزة وينكم أنتوا وين مقاولتكم وين مماطعتكم بابا تعالين أنتوا يضحكون إنت رواتبكم من أمريكا رواتبكم اتصور حتى اتفاق مع إسرائيل إسرائيل بعد مية سنة ما تحلم دمار سوريا بهذا الشكل وإلا دمار العراق بهذا الشكل هذول العملاء المدللين خلال عشرين سنة دمروا سوريا ودمروا العراق الطبق من ذهب إلى إسرائيل وإلى أمريكا بعد تعالى من الجيد سبحكون التول الحمد لله انكشفت ألاعيبكم خاصة ما الحرب ما الغزة انكشفت ألاعيبهم أبو الصواويخ اللي صالى عشرين سنة يتوفون بغداد هو جماعته ها ويردون صلهم بالقدس ما يجرون صلهم بالقدس يلا تروح طب القدس طب القدس طب القدس أنتم قدرتكم المسلمين فقط قدرتكم العرب أنتم يا جماعة مماتعة والمناكحة نعم شكرا شكرا إليك أبو علي محمد بن أمريكا حياك الله السلام عليكم أخي سادة سيدحيك وحيا قراءة حياك الله هل سادة سيدحيك أم جميعهم تبرد المسلمين يلا ترغير سيدحيك سيدحيك هذا سيدحيك سيدحيك السيدحيك همه يا مقاومة رحمة الودي همه كلها متعاوة قالت المتعاوة كم ملهي رجوم بالكنادة ملهي بالعرب رجوم كلها علمي يا مقاومة قتل مهدلها ملاحي حيشة دعارة ليس مقاومة المقاومة بتعلم ابن الخارب العراقي انقطع الاتصال يا الأخ محمد شكرا جزيلا إليك أنتوا لاحظوا اللي دا تسوي الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق من قبل 2003 من 2000 لحد هاي اللحظة روجوا وكذبة العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وحاربوا العراق وطبوه لو احتلو دمروه سلموا العراق وبعد ذلك تم كشف كذب هاي الإدعاة على يدهم هم هم اللي اعترفوا بهذا الشي بتقاريرهم هم روجوا إلى أنه عفوا سلموا العراق على طبق من ذهب إلى إيران باعترافهم هم بعد فترة من الزمن وراها قامت تطلع الفضايح مع تنظيم القاعدة الإرهابي اللي هم صنعوا هم استفادوا منه وراها هم قضوا عليه وكذلك الأيام جاية وراحت بين لكم أكثر هاي وحدة أنه الضربات بين الميليشيات والأميركان بالعراق طلعت بالاتفاق أيضاً أكو تقارير هواية بالولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه تنظيم داعش الإرهابي صناعة أمريكية إيرانية يدربون في إيران دخلوا للعراق لمهمة وأتموا المهمة على أكمل وجهه بتقاريرهم هم فياتور الأيام الجايش راح طلع لنا تشذبات بعد تنتهي مهلة دوائر المرور إلى أصحاب الدراجات النارية والستوتات لأنه أصدر التعميم بوقت سابق أنه راح تحجز كل دراجة نارية ما مسجلة هذا الشيء سبب مشكلة يم المواطني لأكو ضيق بالوقت لتسجيل أصحاب الدراجات دراجاتهم حتى الآن طالبوا أن يتم تمديد فترة التسجيل لهذا السبب وجهت وزارة الداخلية الحالية اللي وزيرها عبد الأمير الشمري أنه يفتح التسجيل بمرور التاجيات اليوم الجمعة لإكمال معاملات المواطنين لكن اللي صار لما تسمع الوزارة وجهت بهذا شيء تفرح تقول يلا فكرت بالمواطن الناس راحت وأصحاب الدراجات راحوا وتفاجأوا أنه دائرة مرور التاجيات مغلقة الوزير يقول تنفتح حتى ذول يكملون والناس راحوا لقوا والناس معطلين فيا ترى مرور التاجيات شنو أمر الوزير ما يأثر عليهم لهم ما أعلم أنه قلونا نسمع سيين واليوم الجمعة التموكلة من الثمانية للعسرة بالليل أشو أسمعك ولا مرور كلها نايمة ببيوتها تاكرواتي ناواتي بمالات يقول الحميل زياد يحشب كيف سيين هذا مدير ملقع يقول الحميل زياد يحشب كيف حلوه يحشب كيف بس هو منتسب بهاي الوزارة المفروض يطيع لأنه القيادة ماتة هي الوزارة طبعا هذا أمر ما تنفذ من وزارة الداخلية اللي قودها عبد الأمير الشماري نشره مواطنين فيديوهات إلى مركبات أو سيارات ما حد يعرف عائديتها المن ميليشيات عجلات حكومية إلى ناس تابعين مسؤولين متنفذين ما حد يعرف هاي السيارات شبيها دا تفتر بشوارع بغداد هاي السيارات مثل هاي الكيه دا شوفوها أمامكم ما بيها رقم شنو اللي موجود ببداية الرقم لوحة سودو عليها النصر الجمهوري زيان رقم السيارة وين سيارات تتبع منو مال منو هذا الشي دا يصير بيه وقت هذا بالوقت اللي وجه بي وزير الداخلية عبد الأمير الشماري ووزارته أن يتم منع أي عجلة حتى الحكومية أنه تمشي بشوارع العراق بدون أرقام لكن يبدو أنه الأمر هذا يطبق فقط على اللي ما عنده ظهر خلونا نشوف عم يهل المطارات أنت لو إيش دايخين بالأرقام حطوا سلام جمهوري لي قداموا سلام جمهوري لي ورأك مثل هاي السيارات اللي قاعدت تتجول ببغداد ها آه ها كيابا ها هم سيارة الأخراسة للوزراء وشمال ذاك اليوم وزير الداخلية يسأل أبو الباجرة يقول لت شون تتجول ببغداد بالأرقام لعذني شنو أذكر السادة المواطنين عبد الأمير الشمري اللي بزمن نور المالك يصار قاد عمليات بالغلط قال له انت صرت بالغلط لأنك واحد ثاني اسم عبد الأمير الشمري المفروض ذاك أي صير اتخيلوا اللي صار بالغلط قائد عملياته صار وزير داخلية واللي نطأمر إلى مرور التاجاتين فتح ومن فتح ونطأمر أنه يتم منع السيارات تمشي بدون لوحات حتى الحكومية ولحد الآن يمشن الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت أبو آدم الخطاوي يقول يستخدمون كل الطرق لإدلال المواطن حسب الله ونعم الوكيل بلد غني في الثقافة قبل الموارد النفطية وغيرها تجيب لي تكتك وستوته منتصر السادي الرائد آدم يا قانون تحكي بيه على سيارات مضللة تمشي بالشارع محد يندق بهم لو قانون يطبق على فقرة والله يا الله محمد الكيالي يقول حسب الله ونعم الوكيل على كل ظالم أما ضياع سنين كاتب يابا يجوز ولد مشتري دراجة بالجديد أو يجوز ما عندي يروح يرقم أنا بعد دراجتي لأن هي سعرها مليون وثلاثمائة ألف ورقم وقمره قيردون مليون ما عندي راح تبعتها الله شاهد هاي واحدة من المشاكل اللي يسببوها دائرة المرور العامة لمن حطوا رسوم تسجيل على الدراجات فلكية خيالية بأرقام كبيرة جدا بحيث المواطن اللي مشتري دراجة ما يقدر يسددها لأنه صارت سعرها سعر الدراجة تردون مشكلة ثانية شوفوا هذا الفيلم اللي بالعراق تعرفون العراق لأن اليوم بلد بلا قانون فصار العراق ساحة ساحة إلى كل عبقري إلى كل فذ إلى كل من يمتلك عقل متقد في أساليب السرقة والنهب والنصب والاحتيال يعني فعليا مثل ما يسموه العراقيين ستة وخمسين في إشارة إلى رقم القانون اللي من المفترض أن يعاقب من يمارس الاحتيال على المواطنين تخيلوا شركة بغداد اسم هاي الشركة مضيف العربية للسياحة نصبت على مئات المواطنين من العراقيين ورما أعلنت أنه هي عدها رحلات وسفرات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة استغلت البسطاء استغلت محدودية دخل ورها شو سوت هي قبضت الفلوس سدت البيبان وفلتت هي وأصحابها إلى جهة مجهولة ورما جمعوا تقريبا 300 ألف دولار هذا الفيديو اللي نشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي فضيحة جديدة من شركة مضيف العربية شركة جديدة فتحت بالمنصور وضعكت عن ناس على أساس عمره قروب كامل عمره ب425 دولار مثل ما يشوفون الناس السعالين من الشركة أبو الشركة طفر والموظفات كذلك طفره ومالهم لا عس ولا قبر الناشدة من السياحة يتابعون الشركات التي تفتع دائما جديد على مدلق إذا أقولها على الناس الناس مثل ما يشوفون داخل المكتب مفتوع وعايفي وجوازات الناس جوة داخل المكتب مثل ما يشوفون الغراض مثل ما هي والناس قاعدة ومنتظرها أكثر من 200 أسم بالرحلة وكل نفر 425 دولار يقولون جوازاتهم استنساها خلاء آخره شركة مضيفة العربية للحج والعمرة أنوان المنصور سواحة اللغاء هو المواطن اللاقيه حتى يلقاها من هاي الشركة 300 ألف دولار زين وراها هم راح حصير هاي نفس سالفة نور زهير وغيرة الناس استغربت استغربت من كيل الحكومة بمكيالين كجرات حكومية مبسطة بحيث أنه هي تسمح إلى أي شركة تشتغل حتى لو هي ما عادها ترخيص حتى لو هاي الشركة ما معروفة حتى لو هاي الشركة ما عادها عمل نهائيا أو فترة عمل أو الناس مجربتها تسمح لهم يأجرون ويشترون ويفتحهم مكاتب ويأثثون ويحطون لافتات ودعايات وصالف وتخلل هاي الشركة تستقطب ناس وراها يصير مثل مصارب شركة مضيفة العربية بالوقت الإجراءات الحكومية والقوات الأمنية تضيق على المواطن حتى إذا تنقل بسيارته أو نقل مكان سكنه من مكان إلى مكان آخر تحط له ألف إجراءه وإجراءه ألف موافقة وموافقة حتى ينقل من مكان إلى مكان أما شركة يجريد يفتح يفتح عادي يبوق الناس عادي يضحك على الناس عادي هذا اللي قاله الناس الصفحات اتقفلت وكل واحد جايب لأربعة وخمسة وياه خالة وبن عمه وأمه وأخته وأخوه أنا من الناس خمسة وياه يعني أنا راح أتحمل ذنبهم شنو أنا بس أتعرف فشي واحد يعني هيس الحكومة أنا إذا أشيل من بيت أقعد بيت أبو أمن وطني يجيني أبو استخبارات يجيني أبو محلية يجيني أبو الدنيا الموقع كله المقترد يقع عليه الباب يعني هل من معقول الشركة بنص المنصور زيان بنص موقع بغداد ما يتيجع عليها يطلع أبو أمن وطني قال لنا العمر تعالوا يوم 28 استلموا جوازات استلموا الفيزا والتذكرة جيانا على الشركة ما لقنا ولا واحد بها يعني بحدود 800 معتمر على 425 دولار أخذهم من عدنة نزل الداخلية أخذ إجراءات خاية يعني شنو ننبي المواطنين راح تروح عليهم راح تعلهم فلوسهم وجهت راح تعلهم فلوس التصريف استجل الجواز عندهم بقية المصارف الأوليات مالتنا كلها أخذوها هسا نحن بالله الفلوس مو مشكلة بس أولياتنا شنو الضمان يعني آخر واحد يقول لفلوس أنا ما عندي مشكلة بيهن بس أريد الأولويات يعني الأوراق ماتي هوية جنسية شهادة جنسية جواز أهم شي جواز لأنه هذا إذا بق جوازه وراه راح يطبه بمصيبة تعال طلع بدل ضاع 400 دولار عمي إذا قوله 400 دولار بـ 800 معتمر 332 ألف دولار والناس ما لاقيتها كل أصلا الناس لما شافتها الفيديوهات علقت قحطاني عطار يقول لا تتعجب في بلد العجائب والغرائب العراق أي شوشوف والقادم أعجب في بلد يحلم المظلوم ياخذ حقه أبو سعد الآلوسي ما شاء الله حكومة مسيطرة والله مع الأسف والنوب القوات الأمنية أكثر من الشعب طال عمرك أبو فاطم ما يقول أي شوشوف بحكومة أحزاب تايها نفسها ما حافظتها تردون تحفظون أمن المواطن من تلاعب العصابات الحقوق يخلدون أبو باقر يقول ماكو متابعة من قبل هيئة السياحة والأمن الوطني كل واحد يفتح محل ويسميه شركة سفر وسياحة أبو عمر من بغداد حياك الله يا أبو عمر حياك الله أستاذ أفل المحترام تحياتي القناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام تحية والدوم أهلا أستاذ أفل يعني إحنا من بنشوف هاي الأمور مو عجيبة ولا غريبة أكيد تصير بالأمور بالعراق يعني فضائح وفساد وكل هاي الأعمال الإجرامية لأنه إحنا نعم ما ظل أكو عندنا سلاح منفلت مخدرات القتل النصب ومكاتب الصيرفة ومكاتب التشغيل ومكاتب الشركات الوهمية فهاي كلها الشجع من النصب والاحتيال فتح مكاتب فتح مكاتب حقار كل هاي الأمور بلد ما ظل ما بيقانون ما بيستيادة وما بالحفظ الأمان واستلاح المنفلت اللي قاعد يصير فأكو ناس من ضمن هاي الأحزاب مشتركة بتأجير هاي المحلات بوضع لهم يعني مكانهم مهمة في مناطق مهمة والنصب يعني على الناس اللي هي الاحتراماتي لهم يعني على نيته ما يظن أنه الشعب وأنه البلد هذا اللي قاعد بتحكم سلطة الأحزاب أكو ناس مسنودين وأنه مهم معقول يعني يأخذون المحل يعني بكذا شدات إجارة وبكذا مبالغ يأخذون إجارة يعني أبو العمارة لازم يكون يعني حاسب هم هؤلاء الناس اللي يستجرون من قد أبنين إجاوية من موافقات أمنية موافقات الاستخبارات والأمن الوطني من أجل أن يكون يفتحون مكتب هاي إنها أصوليات وشهادات معترفة يعني أن يكون يعلقها بالمحل موافقات أمنية تصير بيها ما من المعقول يعني طوات الأمنية اللي بالمنطقة تعرف هاي الأمور يعني ما تأخذ الدور اللي عليها فهاي الأمور سببها أنه الجهات الأمنية والقوات الأمنية اللي يتخلي هاي مشتركة أيضا مع ذول الناس بالجرائم واللقاء الدصير عدنا دانشبه يعني أكثر من مكاتب الدصير عدنا يعني نصب الاحبياء على المواطنين بكثرة للأسف شلوك ودولة عندك وما عدا بيها أي كلام وأي سيادة تحافظ على أبناء الشعب من هاي يعني الأحزاب الفاسدة فما ممكن أن العراق يصير يعني بلد أمان بي وبلد أنه يعني نقدر نقل نرجع للقضاء وللقانون ما زالت هاي الأحزاب الفاسدة تحكم بالعراق ففوضة عندنا يعني عراق فوضة من شمال الجنوبة كل المحافظات اللي قاعدة تصير عندنا فوضة ما طول ما عندنا قانون والسلاح اللي من فليل فهاي الأمور نشوفها أكثر وأكثر تزاد والمواطن حاير يعني وين الصدق من تشذب من هاي المكاتب الموجودة عندنا بغداد وتحياتي إليك وتحياتي القناة الرابطين وأنا أشكرك أستاذ أبدا تعرفون اليوم ماسك صاحب شركة تسل على السيارات وصاحب الأقمار الصناعية المسيطرة على الإنترنت راح إلى الكيان الصهيوني وحاولوا تضليل اليوم ماسك هذا اللي قاله مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية واللي كشف زيف دعاية الكيان الصهيوني خلال زيارة الملياردير الأمريكي إلى الكيان الفيديو اللي راح تشوفوه راح يبينلكم ما تم اكتشافه من قبل المركز المذكور وطرق الخداء اللي لجأ إليه الكيان الصهيوني لتضليل الرأي العام وقلب الطاولة لمصلحة الكيان على حساب غزة وأهلها فلنرى معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأرقام اللي انذكرت في حال أكو الناس ما يعرفون شنو أرقام الأعيرة النارية اللي تم ظهورها بالإنفوغرافيك هذا الأم جي ثري اللي موجودة بالفراش واللي قال المركز أنه هي مستخدمة على ظهر الدبابات المركافة الإسرائيلية أو الصيونية هاي الأم جي ثري هي إطلاقة نارية أو رصاصة إلى رشاش آلي موجود على ظهر الدبابات يطلق مثل البي كي سي أما الـ AK-47 اللي شايليها المقاومة الفلسطينيين هي طلقة كلاشنكوف أو بنادق كلاشنكوف فبالنسبة إلى العراقيين يعرفون الفرق بين طلقة كلاشنكوف وطلقة الرشاش الآلي بادر طبيب عراقي كمبادرة ووقوف ومؤازرة إلى أخواننا الفلسطينيين بادر بأن يعلن فحص مرضاء كافة بشكل مجاني من دون حصول على أتعاب منهم هذا كصدقة جارية على أرواح الضحايا اللي فقدوا أرواحهم جراء عدوان الاحتلال الصيوني على قطاع غزة الطبيب يقول أنه هو يفحص كل المرضى ببغداد اللي يحبون فلسطين وغزة بالمجان بغض النظر عن أوضاعهم المادية زنقين لو فقير تعالوا نسمع العراقي يعشق فلسطين ويعشق غزة وأهل غزة وأطفال غزة مجانا مهما تكون إراداته من فقير إلى يتيم تهمت علي والأرامل والمطلقات مجانا مفتوحة مو ما لليوم ولا أسبوع انتصرت غزة وراح تنتصر غزة وتنتصر شعب الفلسطيني ينتصر نعم وذا ننتصر بعد كل شيء أوفل مفتوح جرحة شبير جرحي فلسطيني أنا جرحي هاي الفكرة جدت جدت الفكرة من التراكم الكمي أدى إلى صرخة أنا كنت أصرخ وصيح والدنيا من كان كل ذنب نيغفر إلا الخيانة مو أساني حتى نختلف مادية نقتصادية نجتماعية بس تحط الخنجر بصاف ظهري نبا فجتني الفكرة من معاناتي مع أهل غزة هذا هو دايدن الشعب العراقي اللي مدى يلقي طريقة أنه يوقف في أخوان الفلسطينيين دا يحاول بشتى الطرق أنه يستفاد من اللي بإيده أو يستفاد مما يملك أو يستفاد من المنصب اللي هو مسيطر عليه مهنته وضعه بيته حتى يبين للناس أنه هو مآذر بعيداً عن الأفلام الهولودية دي ما يسمى بمحور المقاولة مثل ما يقولون العراقيين الناس هنا لما تعلن مثل الدكتور وغيره كهاي مواقف حتى تبين للعالم أجمع أنه إحنا قلباً وقالباً مع إخواننا في فلسطين ومع القضية الفلسطينية ونتمنى كعراقيين أنه أدنى مجال أو إلنا إيد نساهم بها حتى نرفع الظلم اللي دا يتعرضون إلنا إخواننا في غزة الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق من شذل قيلاني الله يوفقك ويوفق كل روح وطنية انتمائها للقضية الفلسطينية وللمقدسات الإسلامية قصي مروان كل الاحترام والتقدير من حضرتك دكتور ابن الرافدين والله كفو ومليون كفو ومحمد شواحن يقول كل المحبة والاحترام والتقدير لك ولشعب الرافدين العظيم والمثنى أبو عثمان بارك الله فيك يا ابن الأصول هذا هو العراقي بغيرته ما إلا خي حياك الله ولد الملحة فكان هذه تعليقات الناس حول ما أعلن أن الدكتور مؤازرة لإخواننا في فلسطين واحد اثناث يحيون العراقيين بالأول من كانون الثاني من كل سنة يوم الشهيد العراقي استذكارا من عندنا لكل جندي ومواطن أهدى روحه فداء لهذا البلد من أجل الدفاع عننا والذود عننا من المخاطر اللي تحيط به العراق اللي أهدى العرب والعروب والكثير من الشهداء كذلك أريقت على يد العدل غاشمة دماء أبناء على أرضه واستذكارا منه لهؤلاء جميعا رحمهم الله وغفر لهم ركزنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على يوم الشهيد العراقي اللي يحتفون به العراقيين بواحد اطماعش من كل سنة بهذا الانفوغرافك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحية إجلال وتقدير وألف تحية منا كقناة الرافدين وأسرة برنامج صوتكم بشكل خاص لكل من أهدى روحه لهذا البلد لكل شهداء العراق عبر التاريخ نسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يرجع للعراق هيبته وسيادته وأن نستذكر هؤلاء مما فقدنا ونحن رافعين رأسنا في الدفاع عن أرض البلد والخلاص ممن أهدى البلد إلى العداء لأنه اليوم هو يوم الشهيد والعراقيين بكل مكان وبكل محافظات العراق وبكل بلدان العالم في دول المهجر لا يخلوا منزل إلا وقدم شهيد لهذا البلد ولهذا السبب تفعلوا العراقيين على منصة X على وسم يوم الشهيد العراقي وتصدر منصة X واخترنا لكم بعض التغريدات دعونا نقرأها سويا ذكرى محمد نادر إلى أولئك الرجال الأوفياء الأتقياء الأبطال الذين حملوا على الأكتاف العراق وقالوا له هيت لك أرواحنا فداء لك أولئك الذين توسدوا ثرى الوطن كي لا يدنسه الدخلاء والعملاء تحية حب لا شائبة به نور الجنابي يوم الشهيد في العراق يوم الأكرم منا جميعا لا علاقة له بنظام أو رئيس أو مرحلة يوم الشهيد العراقي هو يوم الضمير الحي هو يوم الوفاء لمن دافعوا عن البلد ووهبوا حياتهم فداء له سلاما لشهداء العراق سلاما وأمنا ومحبة واللعنة على العملاء والإرهابيين بلال آل جبور اليوم هو يوم الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل بقاء هذه الأمة الشامخة هم الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والإقدام حتى ارتمت أجسادهم تحت سارية عالم العراق وارتقت أرواحهم إلى السماء شهداء شامخين فالمجد لهم والعباس الدوري أحياء عند ربهم يرزقون تحية عظيمة لأرواح منهم أكرموا منا جميعا الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن وسيادته وكانت عبارة عن باقات ورد عطرة مخضبة بدمائهم الزكية التي روت أرض العراق هو قايلها العراق من زهرة الجبل زاخوا إلى عروس الخليج الفاو المجد لهم في يومهم الأغر هاشتاغ يوم الشهيد العراقي راح أترك لكم سؤال أنا أعرف جوابه الأخ العباس الدوري يقول العراق ما قال العراق أتمنى حلقة باتر تتصلون بيه وتقولولي يا شاعر كان يقول العراق وليس العراق وليش الشهداء أكرم منا جميعا نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة باشر مواضيع جديدة شغلات جديدة أنتوا راح تنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي راح نفتر بيهن نشوف شن المواضيع اللي أنتوا مهتمين بيها حتى نشركم ياها هذا البلد اللي يعاني ما يعاني بسبب سياسات خاطئة وتغول ميليشيات بالسياسة بيه حتى طلعت لنا هاي الميليشيات وفضحت نفسها بنفسها وهي اللي قالت أنه أكو اتفاق أمريكي إيراني بالعمليات الاجتباكات أو الاجتباكات اللي تصير ببياناتهم هي اللي قالت أنه هذا الشيء كله تشذب بشذب هي اللي قامت تفضح نفسها مثل ما يصير أو مثل ما يقول المثل البوقش وقت تبين لما نتعاركون الحرامية نلتقيكم على خير باتشن إن شاء الله انتظروني في أمان الله اشتركوا في القناة